السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أحمد سلامة من توركي كامبوس الفيديو النهاردة فيديو مهم شوية فعايزك تركز معايا السؤال اللي بيشغلك وبيشغل أي حد بياخد قرار أنك تدرس بره الجامعة اللي هتدرس فيها بره وبالذات في توركية هي جامعة معتمدة ولا لا خلينا أول نشوف موضوع الاعتماد أو الأكريديتيشن هو معنى إيه الاعتماد هو تحليل وتطقيق المادة العلمية اللي هيدرسها الطالب في المؤسسة التعليمية وضمان جودتها ووصولها للطالب بدون تحيس وبمساواة طيب ده التعريف كده الرسمي اللي مكتوب في الكتر ده معناه إيه؟ معناه أن أنت لما تلاقي نفسك أنت بتدرس في جامعة معتمدة ورسمية معنى كده أن أنت بتدرس في مكان محترم هيوصل لك مادة علمية محترمة ومعتمدة وفي نفس الوقت المادة العلمية دي بيجانبها فيه عندك أبحاث هتعملها فيه عندك تدريب هتعمله وده كله هتشوفه في الفيديو اللي هنتكلم فيه عن الدراسة الجامعية في تركيا طيب تمام ليه الاعتماد مهم؟ الاعتماد مهم هقول لك عشان خاطر نقطة معينة كده على خلاف الناس فاكره الناس فاكره أن موضوع اعتماد الجامعة ده هيبتدي أهميته من بعد ما تخرج لا اعتماد الجامعة بيبتدي أهميته من أول يوم لك في الدراسة ليه؟ لأسباب كتير منها على سبيل المثال أول حاجة لو أنت حبيت تحول من جامعتك لجامعة تانية حبيت تحول من جامعة الجامعة تانية اعتماد جامعتك الأولانية أو القديمة هيعتمد عليه حاجات كتيرة جدا أن أنت تقدر تعادل موادك اللي أنت تدرستها فبالتالي ما تش هتضطر أن أنت تدرسها تاني في الجامعة الجديدة فاعتماد جامعتك هيكون مهم جدا في النقطة دي تاني حاجة ودي أنا شايف أنه الفرصة العظيمة أن أنت لما تجي تدرس هنا في تركيا هو موضوع برامج التبادل الطلابي على سبيل المثال برنامج التبادل الطلابي اللي هو الأراسموس أو اللي بيتحلك أن أنت تدرس ترم أو سنة كاملة في دولة أوروبية غير تركيا ده طبعا هنتكلم عليه في فيديو تاني عن موضوع البرامج التطلابية المتاحة للطلبة اللي بتدرس داخل تركيا وكمان هتلاقيه في مقالات عندنا على تركيا فبالتالي اعتماد جامعتك هيزود فرص أنك تلاقي جامعة أوروبية محترمة أنت تقدر أن أنت تدرس فيها سترم أو سنة كدراسية كاملة تالت حاجة ودي مهمة جدا لو حبيت أن أنت تكمل دراستك وتدرس ماجستير وبعد كده إن شاء الله الدكتوراه اعتماد جامعتك مهم جدا لأن أنت لو حبيت تدرس ماجستير داخل تركيا لازم تكون متخرج أو أخذ لسنة أو باكليروس من جهة من مؤسسة تعليمية أو جامعة معتمدة وفي نفس الوقت لو أنت حبيت حتى تتمل ماجستير بره في دولة أوروبية أو أي دولة تانية نفس الموضوع رابح حاجة ودي مباردو عامل مهم جدا لو أنت حبيت أنت تستقر في تركيا وحبيت أنت تشتغل حتى بعد الدراسة اعتماد شاهدتك مهم جدا ولازم تحتمي بيه وتحتمي أنت متخرج منين والمادة العلمية التي أنت حصلت عليها طيب خلينا نقول دلوقتي على موضوع أنا مين اللي بني الجهة اللي بتعتمد للشاهدات أو الجامعة بتاعتمدة مين اللي ادها الى اعتماد ده الموضوع متأسل من نقطتين اتنين أول حاجة لو الجهة اللي بتعتمد جامعتك هي جهة جسمية ولا مؤسسة خاصة لو مؤسسة خاصة تبتدي تقلق يعني بمعنى ايه؟ بمعنى أن يمكن حد يقول لك أنا الجامعة أو الشاهدتك دي معتمدة من مركز اكس اللي موجود في دولة واي مثلا على سبيل المثال تبتدي تقلق ليه؟ لأن الجهة خاصة معناها أن ممكن على سبيل المثال أن يكون فيه مقابل مادي عشان خاطر موضوع اللي هي تماتي طيب لو أنت لقيت النشادتك معتمدة من جهة جسمية يعني جهة جسمية جهة جسمية داخل الدولة أنت بتدرس فيها وحب نتكلم هنا مثلا عن تركيا فالجهة جسمية الوحيدة هي اليوك أو المجلس الأعلى للجماعات التركية لو أنت لقيت جامعتك معتمدة من المجلس الأعلى للجماعات التركية فالحمد لله أنت جامعتك دلوقتي تطور معتمدة داخل تركيا ومعتمدة كمان خارج تركيا هقولك دلوقتي إزاي هي معتمدة خارج تركيا تركيا بتعتمد في شهاداتها على نظام المؤسسة الوحدة بمعنى هي حتى سقف معين للجهات أو المؤسسات التعليمية اللي تحتها السقف ده هو مين أو المكان المشرف على كل الجهات التعليمية الجماعية طبعا داخل تركيا هو زي ما قلت لك اليوك اليوك المجلس على الجماعات التركية هو المخول باعتماد جامعتك بمعنى أنت لو لقيت جامعتك تحت مظلة اليوك خلاص إبقى أنت كده جامعتك معتمدة الحاجة التانية اليوك هو عبارة عن إيه عبارة عن مجلس على الجماعات التركية هو الجهة الرسمية المعتمدة خارجية من دول اتحاد الأوروبي سواء كان من أمريكا أو كندا أو حتى إنجلترا أو أستراليا وطبعا الدول العربية مش كلها يعني فيه بعض اليوك معتمد طبعا كجهة رسمية هو مجلس على الجماعات التركية من حقه أنه يخاطب أي جهة من الجهات اللي برا فبالتالي هو بيعتمد نظام ايه أو نظام ساعات المعتمدة داخل التراسة بمعنى بمعنى أنه أنت بتدرس داخل تركيا شاهدتك أثناء محلة البكاليروس أنت بتدرس طبقا لموضوع الساعات المعتمدة الساعات المعتمدة نتيجتها بتكون إيه؟ نتيجتها بتكون هو أن أنت لما تيجي تتخرج أو ما تيجي تحط درجاتك بتحط نظام الدرجات اللي هو من 1 لأربعة اللي هو الرقمي من 1 لأربعة في نظام درجات كتيرة جدا معتمدة عالميا ولكن هو اليوق هو معتمد النظام ده بجانب ده هو ليه إحنا بنقول دائماً الجامعات اللي تحت مظلت المجلس الأعلى الجامعات التركيها معترف بيها أوربياً المجلس الأعلى الجامعات التركية هو اعتمد كمان أو فرض على المؤسسات التع LM نظام الساعات المعتمدة الأوروبي أو نظام النتيجة الأوروبي اللي هو هما بيسموه ECTS او اليوروبيان كريدت ترانسفير سيستم ده بيبقى عبارة عن حروف من A لحد F A B C لحد F لذلك انت هتلاقي عندك في الترانسكريبت لذلك موضوع الترانسكريبت مهم جدا ومتنساش فارع على الفيديو بتاع ازاي اصدق شهادتي بعد ما اتخرج واخليها معتمدة سواء كانت في تركيا او خارج تركيا هتلاقي في شهادتك مكتوب لك من واحد لاربعة جنب المادة بتاعتك بمعنى ان انت لو جايب اربعة من اربعة في مادة من المواد انت جايب الضاجة النهائية معنى كده انها ده يقابلها في الاتحاد الاوروبي حرف A فعلى سبيل المثال مثلا المانيا المانيا نفس الموضوع بس المانيا عندها من واحد لاربعة بس بالعكس بمعنى انت لو جايب اربعة ضاجة نهائية في تركيا معنى كده يقابلها كم واحد في المانيا السويسرا مثلا من اربعة الست فرنسا من عشرة لحد عشرين فكل دولة هي هي حطة نظام معين ولكن كلهم كل دولة اتحاد الاوروبية متفقين على نظام معين اللي هو زي ما قلت لك نظام الاي سي تي اس عشان خاطر يقدروا ان هم يتعرفوا على درجات بعض لما حد المطالب ينتقل من تركيا او من دولة اوروبية لدولة اوروبية تانية الشيء المهم جدا ان تركيا تتبع لتحاد الاوروبي في نظام التعليم قلبا وقالما في كل حاجة انت زير زي الطالب البيدرس في المانيا زي 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 طالب البيدرس في سويسرا او بيدرس في اي بلد اوروبية وده ودليل على كده حاجات كتيرة جدا منها برامج التبادل الطلابي اللي ان شاء الله باذنك رب لما تدرس في تركيا ربنا يوفقك وتقدر ان انت تلتحك ببرنامج منه اتمنى يكون لميت لك شوية موضوع الاعتماد وان انت تطمن ان انت لما تيجي تدرس في تركيا هتدرس في جامعة معتمدة وده طبعا ممكن تعرفه من عن طريق موقعنا وما تنساش تفرج على الفيديوهات هتلاقي في فيديوهات كتيرة جدا مفيدة في الفترة اللي جاية بالنسبة لك هتفيدك اسناء وبعد الدراسة ازاي ازاي تلاقي فرص عمل اسناء الدراسة وبعد الدراسة ازاي تصدق شهاداتك ازاي تختار جامعتك وحاجات كتيرة وربنا يوفق الجميع كان معكم احمد سلامة من تركيا كامبوس